بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن وداه في نور الدين نستهدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نور الدين الذي يمثله القرآن وتمثله سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمثله تلك البصيرة التي كانت عند أولياء الأمة وعلمائها ويمثله ما يفتح الله به على الناس من خير نسير إلى الله في نور الدين يسأل الإنسان نفسه خاصة في بداية طريقه مع الله ربنا بيحبني ولا لا وهذا السؤال الإجابة عليه على مستويين المستوى الأول قطعا يحبك لأنك من مخلوقاته ولو لم يكن يحبك ما خلقك أصلا هذا يشعر الإنسان بأن مجرد أن الله قد خلقه فهو يحبه فالسؤال كأنه جاء متأخرا لو لم يحبك الله لم يكن لي أخلقك وكنت عدما لأوجود لك في هذا الكون فلما أذن الله لك بأن تكون موجودا كأنه أمر بك خلقك أوجدك لأنه يحبك المشكلة ليست في أن الله يحبك أو لا لأنه واضح أنه يحبنا المشكلة هو أنت بتحب ربنا هنا بقى هو السؤال اللي ينبغي على الإنسان أن يبدأ به وليس هو ربنا بيحبني ولا لا لو كنت حقا حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه الحكيم قال كده قال بتين الشارد والبي يقول تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كنت حقا حبه بتحبه صحيح لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيعه نجد إن الإنسان اللي بيحب إنسان بيطوع صديقه صديق عمره الأنتين بتاعه الأب مع ابن ابن مع أب وهكذا تجد إن المحب الحب أعطاه طب إيه هو ربنا بيحبك ويحبك وإيه لما وجدك طب إنت بتحبه فالواق ما ديه أنا بحبه هذا من الكلام ما سهل قالوا لا لو كنت حقا حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه هيا بنا نتساءل ونسأل ما يقول بخاطرنا حول حب الله وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لأنه جعل هذا النبي هو النموذج الذي يتبع صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا هو المقياس المعيار هذا هو المصطرة الذي نقيس بها أمورنا ونرجع فيها أحوالنا في هذا البرنامج تعودنا أن يكون الاتصال من الاتجاهين وليس في اتجاه واحد يقولوا عليها هو مونولوج ولا ديالوج المونولوج النواة واحد بيتكلم والتاني بيسمع لكن الديالوج الاتنين بيتكلموا فكنت عايز أسمع منكم ما يشغل بالكم حول هذا الموضوع أو ما يقول في خاطركم من أسئلة الولاد عندهم أسئلة طب اتفضل هو كان فيه حد أعرفه كان لما بيجي يرى قرآن يعني بيتعب بسرعة وبيحس إن فاكه مثلا يعني بيرهك بسرعة وريه وبينشافه معينه لما بيجي يذاكر لا عادي يعني مفيش أي حاجة بتحصله نعم فكنت عايز أعرف هو كده ربنا مش راضي عنه مثلا ولا مش عايزه مثلا يرى قرآن أو يتقرب منه ولا ده ايه شوفوا الصورة عبلة ازاي يروح يذاكر عادي يقرأ حاجة في النت في الجورنال في القصة فعادي يجي يمسك القرآن فيجد إنه ابتدى يعرأ ابتدى نفسه يديء ابتدى يحدث له شيء كأنه يمنعه من إكمال هذا الأمر وهو القراء لو جينا وبحثنا هذه الحالات بحث علمي نجد أن هذا الإنسان لا يحسن تلاوة القرآن القرآن وهو بيقراه يتعتع فيه في العرب يقوله كده يتعتع فيه يعني ايه يعني تقيل عليه أول حاجة شوفوا يبقى من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بينا يقول ايه والذي يتعتع فيه له أجران أم ده فكر شوفوا شوفوا العكس فكر إنه لما يتعتع في القرآن إنه هو ايه يعني ربنا مش بيحب ده هيدي له أجرين ده العشرة هيبقوا عشرين طب وإيه العلة وإحنا لازم نبحث برضو هي بتيجي إزاي دي بتيجي إن اللي بيتعتق في القرآن وبيبقى تقيل عليه بيبقى تقيل عليه في البداية فقط جربنا الحاجات دي ومشينا فيها ووجدناها هكذا فأول حاجة بيحاول هذا الإنسان ولا بد أن يعتقد أنه مأجور ضابل الأتنين الأجرين عشرة وعشرة على كل حرف يلجأ إلى التعلم على يد من يحسن القراءة هو مش عارف يقرأ هو بسم الله الرحمن الرحيم ألم ذلك الكتاب هي مكتوبة كده وهي صحتها إيه ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريبة فيه فألم هذا ذلك الكتاب يا الله يعني إيه ألم ذلك الكتاب ويبدأ يضطرب لما بيقرأ الدروس بتاعته اللي سمعها في المدرسة ما بيضطربش لأنه فاهمها فاهم الكلام اللي سمعه مفهوم يبقى أول حاجة هنعملها هي إنه يقرأ على يد من يحسن القراءة ما فيش مش متاح ما لقاش الشخص ده يسمع كتير دلوقتي بقى فيه تطبيقات على التليفون ننزلها يقولك مثلا المصحف مش عارف المفصل المصحف الزهبي المصحف كذا وفيها قراء ونختار قارئ وننزل القارئ ده نعمل ده ونسمع فلما هسمع خلاص فهمت إن دي تتقري بالطريقة الفلانية بلاش همسك المصحف واسمع وانا بقرأ وما يحصل لوش الحكاية دي لأنه قاعد يسمع ويستوعب ويتعلم وكذا إلى آخري قالونا مشايخنا زمان لما اشتكينا من الحكاية دي اللي احنا قلناها دلوقتي حاجة متكررة يعني قالونا قرأ الفتحة ثلاث مرات قبل ما تقرأ قلنا لهم الله الفتحة ثلاث مرات بس كده قالونا قرأينا قرأينا الفتحة ثلاث مرات ميشيت معها يبقى إذن ده حالة مش عايزه أدخله في حالة نفسية يكون إيه يعني ضعيف فيها أمام عدم المعلومية لقراءة القرآن الكريم في حد تاني عنده أسئلة طعا تفضل دلوقتي في حد عزيز علي حاليا في فترة ما كان ملتزم وكان بيصلي وربنا كرمه وفقه في حاجات كتير يعني بس بسبب مشاكل ما بدأ يقطع في صلاته وبدأ يقصر مما قدى لأنه هو بعد ما قصر فتحت معه فتحة كبيرة شوية بدأ بقى بارتكاب الزنوب والمعاصي والكلام ده كله هو عايز يرجع لربنا وعايز يبدأ يقرأ الكرآن تاني ويصلي تاني بس مش عارف يعني هو عارف أنه غلط هذه الحالة حالة الواحد لما يدخل في التقصير والزنوب والمعاصي وعايز يرجع وما هوش عارف يرجع أهم حاجة في الحكاية دي هي الذكر ربنا قال إيه عن الصلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يحاول لأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يحاول إنه هو يذكر ربنا كتير فتلاقيه جه لا نتله الصلاة اللي هو دلوقتي بيحاول يعملها وتقيل عليه مش قادر وكل ما يجي يعملها تحصل حاجة كده من العوائق والمعوقات فيذكر الله يسبح ربنا يصلي على النبي يمسك السبحة ويشتغل لو الذكر مش محتاج لا لشروط ولا الوقت ولا المكان ولا لأي حاجة الصلاة محتاجة تستنى الظهر وتستنى العصر وتستنى كذا محتاجة الوضوء محتاجة ستر العورة محتاجة استقبال القبلة الصلاة ديها شروط لكن الذكر ما دوش شروط ولا ذكر الله أكبر كلمة ولا ذكر الله أكبر بتعرفنا أنه دي الدائرة اللي بمسك فيها لما بتحصل لي الحالة دي تفضلي كان فيه شخص بيحب أنه يسمع أغاني وكده وفيه فترة بقى كان هو يعني يتعبان نفسيا ومحتاج يقرب من ربنا أكتر وكده ففي الفترة دي بدأ أنه يقرأ قرآن ويصلي ويعمل العبادات اللي يتقربوا من ربنا بعد ما الفترة دي خلصت وهو خلاص يعني يعني زي ما نقول إنه ما ما بقاش محتاج ربنا حصله اللي هو عاوزه خلاص بدأ أنه يرجح يسمع أغاني تاني ما يصليش بالأسبوع أو باليوم الكامل فأنا أصد من السؤال إنه هو إحنا ليه نعبد ربنا وقت ما نحتاجه فيه حاجة تخلينا دايما نعبد ربنا ما ننقطعش عن العبادات وكده كان فيه شخص بيحب إنه هو يسمع أغاني وكده وفيه فترة بقى كان هو يعني يتعبان نفسيا ومحتاج يقرب من ربنا أكتر وكده ففي الفترة دي بدأ إنه هو يقرأ قرآن ويصلي ويعمل العبادات اللي يتقربوا من ربنا بعد ما الفترة دي خلصت وهو خلاص يعني يعني زي ما نقول إنه ما ما بقاش محتاج ربنا حصله اللي هو عاوزه خلاص بدأ إنه هو يرجع يسمع أغاني تاني ما يصليش بالأسبوع أو باليوم الكامل فأنا أصد من السؤال إنه هو إحنا ليه نعبد ربنا وقت ما نحتاجه فيه حاجة تخلينا دايما نعبد ربنا ما ننقطعش عن العبادات وكده ده إنه ندل يعني اللي انت بتوصفيه ده ده ندالة بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يخلق أزمة معينة وما الجأ إليه وبعدين أفضل عيه يتوابكي واتنهنه وارفع حاجة بكده عامل زي التعلى بالمكر والحل فوق النار وبعدين لما ربنا يفتح علي ويحللي المشكلة ما عرفوش مرة السيدة عائشة لقيت سيدنا النبي قايم الليل وكان يقوم قيام طويل يعني هي حست إنه مجهد إنه فيه بزل مجهود ضخمة أوي فقلت له يا رسول الله لقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وأمة آخر ده أنت لو عملت ذنب بكرة ربنا يغفره قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أهو اللي هو الوفاء بقى اللي هو الأخلاق المحترمة إنه أنا وأنا بتعلم مع ربنا اللي عارف إنه هو بيحبني وهنا في الحتة دي لا ده كمان استجاب دعائي وهنا في الحتة دي ده كمان شل أزمتي ففي النهاية أجي أقول خلاص بك فاكده وأنا مش هام لا ده وما سمي الإنسان إلا لنسيه الإنسان بينسى فمما ينساه نعم الله عليهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالشأن فيه كده بالنسبة لي نحن بيننا وبين أنفسنا ده ما نعملش كده لأنه دي تصرفات مش حلوة ما هياش على المستوى المطلوبة وبالنسبة للشخص اللي بيعمل كده ممن هم أعزاء علينا يبقى علينا أن إحنا ننصح ودينه النصيحة هل في حد تاني عنده سؤال تفضلي هو أنا لما باجي بصلي بسرح كتير قوي وبفتكر حاجات يعني حصلت معي أو بفتكر موقف أو كده في درجة أن أنا بنسى أنا كنت في الراكع الكام وعيد الصلاة وتحصل نفس الموقف يبدل يتكر لحد ما بعرفش أعمل إيه أول حاجة كان سيدنا بن عباس لما يعني يقرأ الذين هم عن صلاتهم ساهون كان يولي الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون يعني سبوا صلاتهم يعني غفلوا عن صلاتهم يعني ما صلوش ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون اللي هو السرحان اللي بيصيب كل واحد فينا في الصلاة شأن السرحان إنه بيناقص السواب لكن ما بيبطلش الصلاة أنا صليت أربع ركعات ويعيني كان عندي هم تقيل وقعد أفكر في الهم اللي عندي سقطت علي الصلاة هذه ده بقى إيه حتة هي طرفة هي الصلاة خلاص أنا قدتها أربع ركعات بس يعيني ما خدتش عليها سواب ليه لأن طول الصلاة وأنا سرحان وده بيخلينا برضو نتذكر كلام سيدنا وهو يقول ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عاقل يعني تذكر ركز فهم لكن مش اللي هي التوهان أو السرحان النقطة التانية أعمل إيه لما أسرح ما أطلعش من الصلاة أكمل الصلاة النقطة التالتة أصلي النوافل والسنان علشان يسندوا شوية في اللي أنا فوتوا على نفسي الصلاة هاخد مثلا عليها مية عقلت منها تلاتين في المية فاتمانية سبعين عايز برضو عوض السبعين دي فهم أصلي لي ركعتين تانيين سنة علشان أخد سوابهم يتحطولي على سواب الفريضة فالسبعين اللي ضعوا مني أجيب منهم ستين فيبكى أني جاء التسعين طب إزاي يقاوم السرحان ده السرحان ده ممكن قاومه بأسليب من ضمنه قالوا أن بص لموطن السجود وإحنا وقفين نصلي في موطن للسجود كده يعني الجبهة هتيجي عليه النظر إلى موطن السجود النظر إلى موطن السجود من ناحية النفسية بيعمل نقطة ارتكاز نقطة علشان نركز فيها نقطة الارتكاز دي بتساعد المخ على أنه يستحضر الحالة اللي هو فيها وما يشتتش يمين وشمال يبقى أول حاجة النظر إلى موطن السجود الحالة الثانية أنا ليه بسرح لأن أصلا تعودت على الصلاة حافظ الفتحة فبكرها من غير محتاج إلى عناء لاستحضار معانيها بقولها على طول فاستحضار المعاني دي لأن أنا حافظها كويس بنظرية في علم النفس اسمها التكرار لما انكرر حاجة كتير 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 الرحيم مالك يوم دي لا بلاش كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم أطلع كل كلمة كانها إيه واضحة لوحدها كده الحمد لله ربي العالمين يبقى الكلام ده بيؤثر في المخ إن أنا التفت إليه لكن لما كره بسرعة أنا قلت صح وكل حاجة والفريضة اتقدت وكل حاجة ولكن بالرغم من كده إلي أنا سرحت يبقى أول حاجة النظر إلى موطن السجود وتاني حاجة الهدوء كده التسبيح كل تسبيح في نفس سبحانه ويقول لي الشيخ يقول لي وظهر النون من سبحانه دي سبحانه ربيه العظيم سبحانه ربيه الأعلى ومإظهار النون معناه أننا بنقرأ بشويش فندي فرصة لأنفسنا فالسرحان يروح مرة التانية التالتة تلاقيك تعودتي على التركيز على الاستحضار على أخذ الفول مارك اللي هي الميت درجة ودلنا بنقول عليها على كل الحاجة الجميلة دي هل هناك أسئلة عند الأولاد فضل فكرة أن أنا نفسها أن أنا أقوم أصلي مثلا الفجر أو الكلام ده كله أنا كنت سمعت أن 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 لما تقوم للصلاة أن كده مش أن تقوم للصلاة ربنا حابب أن تقوم تتطرع على أكتر أنا كان بالنسبة لي الصلاة أن أنا أصلي الفجر أن أنا أصح أصح أصلي أن أنا أخرج خلص الامتحانات وكن تخلص فترة الامتحانات بصلي بس الصلاة تقيلة ببقى برضو خشوعي قليل فأنا إزاي قدر حافظ على أن يتم يثابت في الموضوع حنظلة كان يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ويتأثر بالموعظة حتى كأنه يرى العرش مستوى عالي كده ثم بعد ذلك لما يخرج من عنده يعني يذهب إلى السوق يشتغل بتحصيل الأرزاق وينشغل وينشغل عن اللي يحس إنه انخفض فجاء يشكو للنبي فقابل أبو بكر في السكة قال له أين أنت ذهب يا حنظلة قال أنا والله أنا عندي مصيبة كبيرة حكاية عدم السبات على اللي أنت بتطلبه دلوقتي ده أنا أثبت مع الله على مستوى حكده قال له الله ده أنا كمان كده اللي هو الصديق الأعظم فرحوا للنبي فالنبي حلقه لهم ببساطة وقال له يا حنظلة ساعة وساعة يا حنظلة يا حنظلة لو كنتم كما كنتم معي يعني لو خرجتوا ولقيتوا نفس المستوى كده ده صفحتكم الملائكة فبعض الناس قال دي تبقى مصيبة سودة لو صفحتنا الملائكة على فكر إزاي هي دي مش حلوة الملائكة حلوة قال ده أنت هيحصل لك زهد في الدنيا منتش عايز تشوف الدنيا دي ولا اللي فيها ولا بمن فيها وحينئذ تخرب الأرض فربنا يا حنظلة ساعة وساعة طب افرض أننا كنا على مستوى واحد ده هيبقى فيه مشكلة تانية هتترتب على كده هذه الشفافية العالية وهذا الحفاظ والشديد على الحاجة الحقيقة إنها مش هو ده المطلوب مش هو ده اللي عليه البشر مش هو ده مراضي الله من خلقنا مراضي الله من خلقنا وما خلقته الجنة والإنسة إلا ليعبدون إن يجعلهم في الأرض خليفة أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها قد أفلح من زكاه وقد خابه من ده الساخن مع نور الدين نستهدي في الطريق إلى الله وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته